موسيقى نشأة مفصلة للأخبار نستهلها بالعناوين عيننا على كارش وصواريخنا على كارش السيد نص الله يؤكد أن الإسرائيليين والأمريكيين يدركون جدية المقاومة في عدم السماحة باستخراج النفط والغاز من كارش قبل حصول لبنان على حقه رئيس أركان جيش الاحتلال يزور باريس بحثا عن اتفاق سريع لترسيم الحدود البحرية لمنع التصعيد مع حزب الله الجزائر توجه دعوتين رسميتين لحركتين فتح وحمس لاستكمال حوارات المصالحة الوطنية الفلسطينية لوكاشينكو يقول أن البشرية على حفة الدخول في صراع نووي ويحذر من مغبة دفع واشنطن أوروبا إلى مواجهة مع روسيا بيلوسي تؤكد ميني ريفان التزام واشنطن بأمن أرمينيا واردوغان يعلن ألا فائدة من مناقشة العملية العسكرية على الحدود بما أنها انتهت بالفعل أهلا بكم جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تأكيد عدم السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه وقال إن هذا خط أحمر وإن الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم يدركون جدية الموقف السيد نصر الله شدد في كلمة له خلال مسيرة أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك شرق لبنان على أن لبنان أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر من خلال استخراج الغازي لمعالجة أزمته المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش المتنازع عليه إلى أن يتم ترسيم الحدود البحرية قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة هذا يحصل بأيلول ويحصل بعد أيلول ليس مشكلة لكن هذه هي المعادلة بالنسبة إلينا الخط الأحمر هو بدء الاستخراج للنفط والغاز من كاريش باليومين اللي مضوا طلع خباريات أنه بديبلش الاستخراج ولو التجريبة بعثنا برسالة بعيدا عن الإعلام بعثنا برسالة قوية جدا وقلنا إذا بدأ الاستخراج يعني وقع المشكلة السيد نصر الله أكد أن أعين المقاومات ومعلوماتها وأيضا صواريخها موجهة باتجاه حقل كاريش المتنازع عليه وحذر قادة الاحتلال الإسرائيلي من الاشتباه في هدوء موقف المقاومات الحالي في مسألة ترسيم الحدود ما بقي حدا بالكيان إلا طلع هداد وأرعد وأزباد وآم الدينة وأعادة ما يشتبه عليهم الموقف هذا لم يؤثر فينا على الإطلاق ولن يخيفنا على الإطلاق ولن يهز موقفنا على الإطلاق ولن يؤثر ولن يهز شعر لا في لحيتنا ولا في رأسنا على الإطلاق كل هذه التهديدات تبعكم نحن بالنسبة إلينا الآن نواكب نحن لسنا جزء من المفاوضات نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية وعيننا ومعلوماتنا كلها على كارش عيننا على كارش وصواريخنا على كارش وما بدنا نحكي أكثر من هيك وما في داعي اليوم لا نرجع نهدد ولا نرجع نتوعد ولا نرجع نعلي الصوت وبعتقد أن الإسرائيلي لديه من المعطيات الكافية هو والأمريكان والأوروبيين لديهم من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة وأنه هذا لا حرب نفسية ولا نمزح مع حدا ولا شيء وعن البيان الأخير لقيادة حماس بشأن إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا وتعزيزها أكد سيد نص الله أنه موقف متقدم جدا وخطوة صحيحة ومهمة جدا وشدد على وجوب توحد قوى المقاومة وتجذر محورها في المنطقة إن البيان الأخير قبل أيام الذي أصدره الإخوة الأعزاء في قيادة حركة حماس حول إعادة ترتيب وتعزيز العلاقات مع الجمهورية العربية السورية والإشادة التي صدرت في بيانهم بحق بدور سوريا قيادة وشعبا واحتضانها للشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية أيضا هذا موقف متقدم جدا يجب أن أعبر اليوم عن احترامنا لهذا الموقف ولهذا الخيار وإن كنت أعرف وأنا في الجلسات واللقاءات الثنائية قلت لهم كثيرون قد لا يتفهمون موقفكم من أولئك الذين نكان لهم مواقف وقراءات معينة خلال عشر سنوات الماضية إن أولوية فلسطين والقضية الفلسطينية والمواجهة مع العدو الصهيوني هي التي يجب أن تحكم كل المواقف كما حكمت هذا الموقف السيد نص الله حيى تصعد مقاومة الشباب الضفة الغربية التي أجبرت الاحتلال على إرسال عدد كبير من قواته إليها ونجد اليوم الضفة التي طرعب العدو وكيان العدو والذي طرع أن يرسل بعدد كبير من كتائب جيشه إلى الضفة وإلى مدن الضفة وإلى قراءة الضفة والمشكلة التي يواجهها العدو هناك باعترافه هو أنه اليوم مع بئات المنظمات وعن بئات الجيل شباب أي شباب الشباب اللي راهنوا أنه حينسوا الشباب اللي راهنوا أنه هادي جيل الانترنت وجيل الفايسبوك وجيل ما بعرف شوي وهدي حيكونوا من عالم آخر فإذا بهذا الجيل من الشباب الفلسطيني من شباب 18 و19 و20 و21 و22 وشباب وصبايا وغالبا لا ينتمون إلى تنظيمات هدا ليهيل كل العدو ويشترون السلاح بأموالهم الشخصية من كد عرقهم ويذهبون لينفذ العمليات بكل شجاعة وبكل جرأة في خطابه اليوم لمناسبة أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك أدان الأمين العام لحزب الله السيد حصل نصر الله لغة التفريق بين اللبنانيين ومحاولة خلق الصراع هويات وثقافات وقال إن الذين يتكلمون بهذه اللغة هم الذين ارتكبوا صبرا وشتيلا اليوم يطلعنا حدا بيقول هلأ من مدى صارنا سنة سنتين ثلاثة عم نسمع لغة بيشبهونا وما بيشبهونا وبيشبهوا لبنان ومنشبهكم واد حكينا عنها بالسابع وانا خلصنا منها ما بتشبهونا ولا منشبهكم والحمد لله رب العالمين بس هلأ من مدى طلعت نغمة جديدة لبناننا ولبنانكم هذا لبناننا وهذا لبنانكم أنا أقول لكم اليوم هذا بعض من لبنانكم هذا بعض من لبنانكم هذا بعض مما اقترفته أيديكم هذه صورتكم الحقيقية كل شوي بيطلعوا لك ثقافة الحياة وثقافة الموت عند كل مناسبة من ثقافة الحياة وثقافة الموت ثقافة الموت هم الذين ارتكبوا مجازر صبرة وشاتيلة وثقافة الحياة هم الذين حرروا الجنوب ودخلوا إلى الشريط الحدودي ولم يقتلوا دجاجة التهديد بالتقسيم وتفكيك لبنان هل عاد كخيار يستكمل الحصارة والتدمير المالي والاقتصادي وتفريخ الأزمات؟ سؤال مطروح ولسي مع عشية الانتخابات الرئاسية وحملة بعض القوى اللبنانية والقوى المرتبطة بالخارج لفرض انتخاب رئيس يتبنى أجندة نزع سلاح حزب الله تسهيلا لتحويل خيارات لبنان باتجاه قطار التطبيع مع كيان الاحتلال وفرض الهيمنة الأمريكية تقرير حسن عبدالله في ذكرى مقتل الرئيس اللبناني المنتخب تحت الاحتلال الإسرائيلي بشير الجميل أثيرت تساؤلات بشأن خلفية تهديدات مسؤولين كبار في حزب الكتائب بالطلاق مع حزب الله وهو تعبير ربما يستبطن مشروعا للانفصال بمبرر الخوف على الهوية وما سبقه من حملات سياسية وعالمية مكثفة تزعم وقوع لبنان تحت سيطرة حزب الله وبالتالي إيران الانتخابات الرئاسية المفصلية المقبلة مثلت المنصة المثالية التي استغلها حزب الكتائب لطرح مشاريع قديمة إما القبض على لبنان وخياراته أو الطلاق الذي يوحي بالتقسيم والتجزئة التي راجت في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته أما إذا بدكم تصروا تفرضوا على الجمهورية تغيير هويتها وعلى اللبنانيين حياة الزلية اللي عم نعيشها بتكونوا عم تتحملوا مسؤولية الطلاق مع بقية اللبنانيين لأنه هيك مش مسعدين نعيش تهديد سامي الجميل بالطلاق لا ينفصل عن المناخ التحريضي الذي قاده مسؤولون وأحزاب وجمعيات في لبنان ضد المقاومة وحلفائها ووصل إلى حد نقض لبنانية بيئة المقاومة ومواطنيتها وصلا إلى التخويف من الخبز المصنوع في أفرانها كل ذلك أملا في تمكين قوى محلية وخارجية من تحويل المقاومة إلى فزاعة وخطر يبرران نزع سلاحها وهو ما عبر عنه صراحة الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر بقوله إنهم يريدون رئيسا يعالج سلاح حزب الله وإلا فالطلاق مع بقية اللبنانيين حزب الكتائب بشروطه وتهديداته لا يعبر عن بقية اللبنانيين بالطبع لكنه يعكس هوية المشروع الذي لم يدفن على ما يبدو منذ الحرب الأهلية المدمرة مشروع يضع اللبنانيين أمام خيارين الاستسلام والتخلي عن مصادر القوة والهوية أو الانهيار والتفكك ومحصلة ذلك الأخيرة قد تكون التقسيم يوم جنوبي طويل أمضته الحملة العالمية للجنة كي لا ننسى مجزرة صبرى وشتيلة حيث وزار أعضاؤها الحدود مع فلسطين المحتلة ومعلم مليتة جمال الغربي والتفاصيل فلسطين في قلب ووجدان كل واحد منهم إنهم أعضاء الحملة العالمية للجنة كي لا ننسى مجزرة صبرى وشاتيلة وزيارة الحدود مع فلسطين باتت ثابتة كلما جاءوا إلى لبنان لإظهار التضامن والدعم لفلسطين وقضيتها هو أمر مميز بالنسبة لنا أن نطل على فلسطين من جنوب لبنان جئنا إلى هنا لنؤكد حق الشعب الفلسطيني بأرضه ونصرة لقضيته نعود كل عام إلى هنا لندعم قضية الشعب الفلسطيني ونأمل أن نكون دائما بجانب إخوتنا الفلسطينيين من أجل تثبيت حقهم بالعودة إلى أرضهم من حديقة إيران في مارون الراس إلى لديسي أطلوا على فلسطين وألقوا السلام عليها وعلى أهلها وتعهدوا الاستمرار في حمل قضية شعب فلسطين في المحافل كافة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وجمية الأخرار العالم مستمرين في النضال ضد الساحيونية، ضد الإمبريالية، ضد الاستعمار والأنصرية ولسبيل أن ننتهي المجازر اللي بتتم الإيد الساحيوني ولسبيل الحرية الفلسطين، تحرير الفلسطين من النهر للبحر شواهد الانتصار والمقاومة في معلم مليتا لا تزال تروي حكايات المقاومين وتضحياتهم دفاعاً على لبنان وهناك كانت للوفد جولة على بعض الغنائم التي تشيء من كسارات الاحتلال الإسرائيلي أربعون عاماً على مجزرة صبرة وشاتيلة والحراك الأممي مستمر لتحقيق العدالة لأبناء فلسطين وفي كل مرة يخفون فيها عند هذه الحدود يواجه المتضامنون رسائل دعم وتأييد لشعب فلسطين تأكيداً لحقه في المقاومة والحرية جمال غربي مارون الرازن بلبنان الميادين أفاتت القناة الإسرائيلية الثالثة عشر بأن رئيس الأركان الإسرائيلي سيزور فرنسا للتوصل إلى اتفاق سريع مع لبنان على تقاسم المياه الاقتصادية الخالصة ولمنع التصعيد مع حزب الله وأشارت القناة إلى أن أفيف كخافي سيبحث مع نظير الفرنسي ومستشار الأمن القومي الفرنسي تأثيراً في الحكومة اللبنانية وضفت أن الحدود اللبنانية ليست هادئة وأن هناك خشية إسرائيلية من إرسال حزب الله مجدداً مسيرات نحو منصة كريش وقال معلق للشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي إن هناك شعوراً عاماً في محيط إسرائيل أنها تعاني من شلل وانقسام دخلي وفي تعليق على ما قاله رئيس الشباك بشأن تأثر الفلسطينيين بما يدور في إسرائيل وتنفيذهم عمليات ضدها أضاف المعلق في القناة الإسرائيلية الثانية عشر إهودي عاري أن الشعور هو أن إسرائيل تحت الضغط مؤشيراً إلى ما قولت السيد حسن نصر الله عن إسرائيل أنها أوهنوا من بيت العنكبوت وإلى خطة الشهيد الفريق قاسم سليماني أن إسرائيل لن تصمد تحت الضغط تلقت حركة فتح وحماس دعوتين رسميتين من الجزائر لاستكمال حوارات المصالحة الوطنية الفلسطينية وسير أسو وفد حماس عضو مكتبها السياسي خليل حية وعبرت الحركة عن تقديرها الكبير للدعوة وشدت بحرص القيادة الجزائرية على الإسهام في إنهاء الانقسام كما أبدت فتح حرصها على تلبية الدعوة وأضافت أن الوحدة هي الطريق الأوحد للمواجهة والتصدي وإفشال المشاريع التصفوية أعربت الخارجية الإسرائيلية عن انزعاجها من عدم قابول سفير لها في تشيلي احتجاجا على جرام الاحتلال في فلسطين المحتلة وأكدت الخارجية أن سفيرها الجديد جيل أرتزلي كان موجودا في القصر الرئاسي لتشيلي لحضور اجتماعه المخطط له مع الرئيس عندما أبلغته وزيرة الخارجية للتشيلية أنه لن تقبل أوراق الاعتماد في ذلك اليوم وأن الرئيس جابرييل بوريك قرر عدم مقابلته في المقابل ذكرت وكالة الأنبال الإماراتية أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد التقى بن يمين نتنياهو وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الإماراتي إلى كيان الاحتلال الوكالة أوضحت أن عبد الله بن زايد بحث مع نتنياهو نمو المستمر في مستويات التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل وأنه أثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين ارتفاع منسوب العمليات الفلسطينية أعاد إلى طاولة الاحتلال الإسرائيلي طرح معضلة الضفة الغربية ولسيما في ضوء الحديث عن صراع أشد تعقيدا ومرحلة يتصدرها جيل من الشباب الفلسطيني الذي يتميز بالجرأة وروح المبادرة تقرير هاني فحص ارتقاء منسوب العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما ونوعا أعاد طرح معضلة الضفة الغربية على جدول الأعمال الإسرائيلي ودفع مراقبين للحديث عن ارتقاء الصراع مع الفلسطينيين ودخوله مرحلة جديدة في ظل الإعلان عن رفع حالة التأهب عشية الأعياد اليهودية الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في الواقع الصعب شمال الضفة الغربية وهو يستعد لتوسيع الاعتقالات والدخول إلى المدن الفلسطينية وخاصة نابلوس وجينين وعلى وقع الإقرار الإسرائيلي بصعوبة الواقع الفلسطيني وتعقيداته برر مسؤولون إسرائيليون عجزهم عن مواجهة هذا الواقع بإلقاء اللون على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس والتهديد بالمزيد من إجراءات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين مصدر عسكري كبير قال إن التدهور الأمنية في الضفة الغربية ينبع من واقع أن أبو مازن لا يضرب على الطاولة ولا يطلب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل بفعالية المسؤول حذر أيضا من أنه إذا لم يغير أبو مازن أسلوبه فإن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى تنفيذ خطط عملانية قائمة وفي ضوء ارتفاع منسوب العمليات الفلسطينية في الضفة بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي رأى مراقبون أن معالم المواضلة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوم حاليا على ثلاث أرجل الضعف الذي تبديه السلطة الفلسطينية جرأة متزايدة من أبناء الجيل الفلسطيني الشاب وزيادة المجهود الأمني الإسرائيلي الذي يؤدي بدوره إلى تزايد الاحتكاكات على الأرض من جهة ويعمق عجز أجهزة الأمن الفلسطينية من جهة أخرى أفاد مكتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا يائر لابيد سيلتق الرئيس التركي رجل طيب أردوغان الثلاثاء المقبل في نيويورك وذلك على هامش افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيكون هذا اللقاء الأول بين رئيس وزراء الإسرائيلي والرئيس التركي منذ عام 2008 أحيى حزب الله أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك وسط إجراءات أمنية لحماية المشاركين تقرير محمد الساحلي من مداخل بعلبك الخمسة قدموا للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين بعضهم بدأ المسير ليلا ووصلت مواكب سيارة والكثير من حافلات النقل وانتشرت خيام على جوانب الطرقات لخدمة الزائرين كما توزعت الفرق الطبية للمساعدة على طول خط المسير لتدارك أي طارق بالتوازي مع إجراءات أمنية مشددة لحماية المشاركين كان فيه خدام زبار كتير عم يخدمون عدد العالم طبعا من بيروت من بعلبك من سور من نباطية كان فيه جمهور كتير عشرات الآلاف من المقاعد توزعت في هذه الباحات لاستقبال الضيوف كما نصبت في المحيط شاشات عملاقة لمتابعة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة السيد يعني السيد حسن بهز الدنيا بلا شي نحنا معه شو ما نقال حارب نحنا مع الحارب نحنا جئي نجدد العهد لما قلنا ابو عبدالله الحسين جئي نجدد العهد للسيد الخمينة للسيد حسن نصر الله بهذا اليوم ونقوله أنه نحنا جهزين لأي تضحيات نحن تطلبها وكل العالم عم بتهدد وكل هذه الدنيا كلنا عم بتهدد نحن ما نخاط منها ليس غريبا على بعلبكة أن تحتضن هذه الجموع وهي لطالما شهدت حشودا ومناسبات مشابهة تأكيدا لدورها كمدينة جامعة وحاضنة لجمهور المقاومة محمد الساحلي بعلبك شرق لبنان الميادين أكثر من عشرين مليون زائر في العراق لمناسبة أربعينية الإمام الحسين بينهم خمسة ملايين زائر من خارج العراق أتوا للمشاركة في إحياءات الأربعينية وزيارة المراقد المقدسة في مدينتي النجف وكربلاء وبحسب ناطق باسم القوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول فإن ملايين الأجانب توافدوا عبر منافذ مختلفة فيما أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لواء عمر الوائلي تنفيذ خطة لتأمين مغادرة زائري الأربعينية للبلاد وللسنة الثانية على التوالي قام الفلسطينيون موكب نداء الأقصى في مدينة كربلاء لتقديم العون لزوار أربعينية الإمام الحسين وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلا كبيرا أظهر مدى التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضية العادلة تقرير محمد العاد من كربلاء إلى فلسطين يستمر نداء الأقصى وهذه المرة عبر موكب حسيني خاص بإدارة فلسطينية يقام للسنة الثانية على طريق زوار أربعينية الإمام الحسين الرابط بين النجف وكربلاء وبمشاركة شخصيات علمائية وأكاديمية وثورية عربية وإسلامية وأجنبية تفاعل كبير وعلى نحو مباشر من الجماهير المليونية مع ما يقدمه موكب فلسطين من فعاليات ثورية ودينية كانت تفاعل منقطع النظير وكنا لا نصدق ما نراه بأعيننا من اندفاع الناس ومحبتهم لفلسطين والتفافهم حول هذه القضية حتى البعض منهم تشجع بالدموع يقول افتحوا لنا الطريق كي نجاهد في فلسطين ونحرر المسجد الأقصى مشهدية كبيرة قدمها موكب فلسطين الحسيني من خلال معرض للصور ضم شهداء المقاومة الفلسطينية وشهداء العراقي ولبنان واليمن وسوريا وإيران وشهداء الحركات التحررية من الاستعمار والاحتلال في العالم صورة اختصرت عشرات الرسائل بمضمون إنساني شامل هذا الموكب هنا على طريق المشاية هو استكمال لكي يوجه رسالة إلى كل شعوبنا الإسلامية أن قضية الإمام الحسين وقضية فلسطين هي قضية واحدة هي قضية الحق بوجه الباطل قضية المظلوم بوجه الظالم الزيارات التي سجلها مسؤولون عراقيون وعرب لموكب فلسطين كشفت عن مدى عمق الانتماء والتضامن لدى المسلمين والأحرار مع فلسطين وقضيتها العادلة يقول القائمون على موكب فلسطين في كربلا إن طريق التحرير وانتزاع الحقوق المغتصبة سينطلق من نهج الثورة الحسينية وفكرها وما هذا الحضور الفلسطيني سوى بداية لمشروع التحرير المنتظر محمد الفهد كربلا الميادين عقب الشائعات التي تحدثت عن تظاهر صحته وأخرى عن وفاته ظهر المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في مراسم أربعين الإمام الحسين داحض الشائعات ومثبتا وضاعة مشيعي الأكاذيب ومعلنا أن أربعينية هذا العام أقوى وأعظم تقرير حبيب الزدين بعد ساعات من حملة الشائعات التي طالت ولا سيما في صحته أطل المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي مشاركا في مراسم أربعين الإمام الحسين في طهران داحضا كل ما نشر وكتب مواقع ووسائل إعلام دفعتها الحماسة إلى نشر الشائعة مع إضافات مغرضة بلغت حد الاحتفال والشماتة بخبر وفاة المرشد كجزء من حرب نفسية لامست الانحطاط المهني والإنساني لكن خامنئي أطل في مناسبة أربعين الإمام الحسين معلنا أن ذكر الحسين هذا العام أقوى وأعظم الأربعين هي راية الإمام الحسين المرفوعة وهذه السنة أقيمت مراسم الأربعين بشكل أعظم من أي مرحلة أخرى في التاريخ مسيرة الأربعين ومشاركة حشود المسلمين بها هي معجزة لا يمكن تحقيقها أبدا بالسياسات البشرية إنما يد الله من تبشر بها والطريق أمامنا واضح هي الصحافة الصفراء صحافة غير مهنية تهدف إلى التجارة بالرأي العام وإشاعة الفضائح بالمبالغة والإنحياز سميت بالصفراء لأنها كانت تطبع على أوراق صفراء رخيصة الثمن وهي وليدة أحد صحافي الولايات المتحدة الأمريكية إنها ليست المرة الأولى التي تطال فيها هذه الحملات رموز المقاومة في المنطقة فقبل ذلك تعرض المرجع الأعلى في العراق السيد علي السستاني مرات عديدة لشائعات تتحدث عن تدهور صحته حتى زعاماء ورؤساء دول وجماهير كبيرة وكثيرة كانت ضحية هذه الحرب الأقبح والأشرس والأكثر فتكا تشنها أطراف سرعان ما تعرف هويتهم وأغراضهم وفي ظل العقوبات والضغوط الاقتصادية والسياسية التي يشنها الغرب على إيران تلجأ أدواته إلى بث الشائعات المقلقة ضدها مستهدفة الفكرة والعاقيدة والثقة والشجاعة والمشاعر وهي حرب وصفها نابليون بونابرت بحرب العقل وقال عنها إنها أقوى من حروب الأسلحة فصل قصير بقوامنا ألام بكم من جديد حذر رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو من أن البشرية على حفة الدخول في صراع نووي للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة وفي كلمة له خلال المنتدى الوطني ليوم الوحدة الوطنية في بيلاروسيا نبه لوكاشينكو من مغبة دفع الولايات المتحدة أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع روسيا في أوكرانيا مشددا على أنها حاضرة في جميع الصراعات السياسية المهمة حذر الرئيس الأمريكي جو بايدي من أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا من شأنها أن يغير وجه الحرب بطريقة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وفي مقابلة مع الشبكة سي بي أس قال بايدن أن روسيا ستتحمل عواقب استخدام أسلحة كهذه وستصبح منبوذة في العالم أكثر من أي وقت مضى أترف رئيس اللجنة العسكرية للنيتو روباور رسميا بأن الحلفة خطط لتوسيع وجوده بالقرب من حدود روسيا منذ السنوات جاء هذا عقب اجتماع رؤساء أركان النيتو في استونيا حيث علق باور على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بأنه جرى بحث الإصلاح الأكثر شمولا لهياك الحلف العسكرية منذ نشأته وأنه الآن ينفذ ما خطط له حذرت وزارة الدفاع الروسية من مواصلة كييف استفزازتها بقصف محيط محطة زبروج النووية بهدف خلق كارثة محتملة وقالت الوزارة أنه جرى اعتراض 15 قذيفة مدفعية أطلقتها القوات الأوكرانية على محطة زبروج النووية مشيرة لأنه تم تسجيل هجومين مدفعيين على مستوطنة ضواحي بولنا ومحطة فرعية كهربائية قرب زبروجيا وكانت الوزارة أعنى تحبط محاولات القوات الأوكرانية تقدم باتجاه خيرسون وأكدت مقتل 120 جنديا أوكرانيا خلال تصدي للهجوم هذا ونشرت الوزارة مقطع فيديو لمعركة بين ناقلة جنود الروسية وأخرى أمريكية وقالت أن الجنود الروس غنموها بعدما تخلى عنها الجنود الأوكرانيون قبل أن يفرلوا كشف النقاب عن تقرير استخباريين أمريكيين يتوقع عودة داعش في سوريا والعراق يتزامن مع حاجة واشنطن إلى مواجهة العداء المتزايد لقواتها وتنامي المقاومات الشعبية ضدها التقرير وضع زورا تحت عنوان استشرافي لكن التجربة والمعلومات تؤكد أن يضلوع واشنطن في إنشاء التنظيم الإرهابي وإدارته وتوجيهه لم تعد استراتيجية الاستخبارات الأمريكية لخلق البؤر الأمنية وتزويدها بعناصر الاشتعال خافية على أحد لتبرير تدخلها العسكري والسياسي في أنحاء العالم وحيث تستدعي المصالح الأمريكية الحضور براق أوباما وأركان في الإدارات الأمريكية اعترفوا بأدوارهم في ولادة داعش وتنميته الموجة الأولى التي مكنت داعش بدعم غربي خالجي أمريكي من التحول إلى تهديد في سوريا والعراق فشلت وتراجع معها الدور الأمريكي فهل العالم أمام موجة جديدة مع صدور التقرير الاستخباري الأمريكي في صحيفة ستارز اند سترايبس العسكرية الأمريكية الذي يكشف أن داعش يعيد بناء قدراته الأساسية ببطء في العراق والسوريا ويقاتل على نحو متزايد الحكومات المحلية في أماكن بينها أفغانستان السؤال مشروع فبالتزامن مع تقرير تقلل كريستين أبي زايد مديرة المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب من تهديد داعش للأراضي الأمريكية وتحصر خطره بالدول المعنية تقرير الاستخبارات وتحليل المسؤولة الأمريكية يميطان لثامة عن نوايا مشروع جديدا لإعادة إنتاج داعش وأخواته والاستمرار في سياسة استغلاله واستخدامه في أي ساحة ومع أي قوة أو دولة بهدف التخريب وزعزعة الاستقرار وبث الفتن وصناعة حروب ونزاعات داخلية قد لا تكون روسيا والدول المعادية لواشنطن مستثنة منها صياق هيكلة وإعادة إطلاق داعش يبدو حاجة أمريكية ملحة بعد تنامي وبلورة حركة المواجهة وتنامي المقاومة الشعبية ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق ولا تنفصل زيارة المسؤولين الأمريكيين نيكولاس جرينجر ومايكل كوريلا إلى مناطق سيطرة قصد في الشمال السوري عن الترتيبات لاستعادة زمام المبادرة عبر داعش وأخواته كأحدى خطوط الدفاع عن القواعد الأمريكية والحفاظ على دورها في زعزاعة وتفتيت المنطقة واصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناس بيلوسي لأرمينيا بعد أيام من الاشتباكات الحدودية التي شهدتها البلاد مع ذربيجان وقالت بيلوسي إن زيارتها إشارة قوية إلى التزام أمريكا بأن تنعم أرمينيا بالأمن والازدهار وأن تكون منطقة القوقاز مستقرة من جاته رأى رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمينيان أن زيارة بيلوسية التي تستغرق ثلاثة أيام ستعدي دورا كبيرا في ضمان أمن أرمينيا الرئيس التركي رجب طبيع أردوغان أعلن أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أبلغه انتهاء العملية العسكرية على الحدود مع أرمينيا وأضاف أنه بما أنها انتهت بالفعل فلا فائدة من مناقشتها الآن وفي تصريح خلال عودته إلى أنقرة قال أردوغان إن بلاده تسعى للانضمام إلى منظمة شانجهاي للتعاون كعضو كامل عضوية وأشار إلى أن اجتماعه إلى الرئيس الروسي كان مثمرا كما أعلن أن تركيا ستواصل جهودها لتسهيل وصول السلع الغذائية الروسية إلى الأسواق في إطار اتفاقية الحبوب الموقعة في اسطنبول نددت أنقرة بتوسيع واشنطن نطاق قرار سابق لها بشأن رفع حظر السلاح المفروض على قبرص منذ أكثر من ثلاثين عاما وعدعت وزارة الخارجية التركية الأمريكية إلى اتباع سياسة متوازنة تجاه طرفي جزيرة قبرص وأكدت في المقابل دعم أنقرة لموقف الشطر الشمالي غير المعترف به دوليا إزاء القرار وعدته خطوة ستؤدي إلى سباق للتسلح في الجزيرة أكدت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان أن الوضع على الحدود مع طاجكستان محتدم لكنه تحت السيطرة وأعلنت تحرير عدد من المناطق السكنية في مقاطعة باتكيم من القوات الطاجكستانية وقد تبادلت قرغيزستان وطاجكستان التهم بانتهاكات جديدة لوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية عقب مواجهات مسلحة دامية في نقاط عديدة على الحدود بين البلدين الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر مرسوما رئيسيا ينص على تجديد العقوبات على مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن يشهر بالغير أو يتلاعب بالمواطيات بغير وجه حق قانون جاء من دون التشاور مع المنظمات والأحزاب وبعد أيام فقط على إصدار القانون المنظم للانتخابات تقرير عماد الشطارة عقوبة بالسجن خمس سنوات واخرى مالية بخمسين ألف دينار تنتظر كل من يتعمد نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التشهير والإضرار بالغير أو التلاعب بالمواطيات الشخصية أو اختراق الصفحات والمواقع أو التلاعب بالمعطيات بغير وجه حق قانون جاء ليسد فراغا تشريعيا قائما لكنه أثار مخاوف المراقبين لشدة العقوبات التي ينص عليها والتي تصبح مضاعفة إذا كان المستهدف مسؤولا حكوميا هو سليح ضح الدين هو أولا قد يكون له غاية ردعية لردع الإشعاعات والحروب السياسية الموجودة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه في ذات الحال هو سلاح قد تستعمله السلطة التنفيذية لإخراس كل الألسن وقطع مع حرية التعبير التخوفات من سوء استخدام القانون لمصادرة حرية التعبير قد لا تخفي على التونسيين الممارسات التي تسبق كل حراك انتخابي من خلال إدارة عدد من الأحزاب النافذة جيوشا إلكترونية تعمل على ضرب خصومها والتشهير بهم كان من الممكن أن ننتظر قليلا حتى ننتخب البرمان ومع بداية السنة القادمة عندما يشتغلوا البرمان يمكن أن نتخذ قانونا مثل هذا بمشاركة كل الأطراف الوطنية من المجتمع المدني ومن أحزاب ومن غيرها حتى نضع حدا بهذه الجرائم رغم الإقرار بأهميته والحاجة إليه لمجابهة جرائم الاتصال المستجدة بدأت انتقادات تطال القانون لسيغته المشددة وطريقة سياغته من دون حوار أو استئناس بآراء منظمات المجتمع المدني صدور القانون في هذا التوقيت قد يهدف بحسب مراقبين إلى تنقية المناخ الانتخابي من ممارسات أضرت بالحياة السياسية وبالوطن غير أن القانون في سيغته الحالية جاء متشددا في العقوبات بما يثير المخاوف من سوء استخدامه لقمال حريات عيمة اشتارة تونس الميادين أعلن المجلس العسكري السوداني موافقته على السمح للقوى السياسية المدنية بتعين رئيس لمجلس الوزراء وكذلك لمجلس السيادة في المقابل قال الطاهر قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة إن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة يتوافق عليها كل السودانيون أو حكومة منتخبة مبادرات عديدة طرحت للتوصل إلى تسوية في السودان لكن حلولها كانت غائبة وفيما الأزمة مستمرة هناك تخرج مبادرة أخرى تتضمن موافقة قادة الجيش على تولي القوى السياسية المدنية تعين رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس مجلس السيادة والتزام الجيش بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين وذلك بحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد دقلو عقب اجتماعه برئيس المجلس عبد الفتاح البرهان لكن اللافت أن دقلو لم يشر إلى موعد عودة السلطة إلى المدنيين وسط الفشل المستمر للمحادثات مع الفصائل المدنية الرئيسية منذ الانقلاب هذا الأعلان يتزامن مع تحركات تقوم بها وساطة ربعية تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات للوصول إلى توافق ينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ نحو عام لكن التباين سرعان ما ظهر بين دقلو والبرهان بشأن كيفية تسليم السلطة إلى المدنيين وذلك مع تأكيد المستشار الإعلامي للبرهان الطاهر أبو هاجة أن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة كفاءات متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة لا إلى حكومة تخضع للمحاصصة السياسية على الضفة الأخرى رأي آخر قادة مدنيون اعتبروا الإعلان بمثابة خدعة فيما شدد متظاهرون على وجوب عدم التفاوض أو الشراكة مع الجيش وهنا يبقى السؤال هل يعول على هذه المبادرة لحل الأزمة أم تصبح مبادرة أخرى لتضيع الوقت شارك ناشطون بريطانيون وعرب في وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في لندن رفضا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لندن المحتاجون طالبوا بتسليم بن سلمان إلى القضاء البريطاني لارتكابه جرائم حرب في اليمن نحن اليوم موقفين أمام مبنى السفارة السعودية رسالتنا اليوم للعالم بأنه يجب أن يسلم محمد بن سلمان إلى محكمة الجناة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في اليمن اليوم نطالب الحكومة البريطانية بتسليم هذا المقرم الذي قتل الأطفال ودمر الشجر والحجر في اليمن وبالتالي أنا هنا طالب الحكومة البريطانية أيضا أن تسلم هذا المقرم إلى المحكمة الدولية محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا فهو يدعي أن زيارته هي من أجل تقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إلى الزباث الثانية لكن من الذي سيقدم التعازي بأكثر من أربعمائة ألف يمني قتلوا نتيجة حربه على الشعب اليمني ومن سيعزي بالذين قتلوا في السعودية نتيجة الإعدامات التعصفية التي نفذتها السلطات السعودية يواصل عشرات الآلاف من البريطانيين للصفافة في طوابير طويلة من أجل القاء نظرة الوداء الأخيرة على نهش الملكة إليزابيث في قصر وستمينستر تقرير مستصور على طول ثمانية كيلومترات استفى آلاف المعزين لتقديم الاحترام والتقدير للملكة الراحلة إليزابيث الثانية تحمل برودة التقصي في الليل وبعضهم اضطر للمبيت على الرصيف حتى لا يفوت فرصة إلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة وسأدى شعور الأسى والحزن لدى الحضور لرحيل الملكة حيث قام بعضهم بالصلاة وآخرون بالإنحناء أنا سعيدة بتقديم الاحترام للملكة واعتقد أن الملكة الجديدة سيكون مختلفا عن والدته ورث الملكة تشارز العرش لكنه لن يسكن قلوب جميع البريطانيين هذا ما يقوله بعض المواطنين فحادثة فعال الملك الجديد من حبر القلم الذي سال عند توقيعه في كتاب الزوار ببلفست يؤشر إلى سرعة غضبه فضلا عن عجزه عن حمل إرث والدته الراحلة كما يرى البعض فيما ولد انفاق عشرات الملايين من الجنيهات على حفل تنصيبه حالة من الاستياء لدى كفرين في وقت يرزح فيه الناس تحت وطأة غلاء المعيشة تشارز لماذا علينا أن ندفع مئة مليون جنيه استرلني من أجل حفل تنصيبك؟ أعلم أن الملكة تشارز ارتكب أخطاء فالأطفال والبالغين يرتكبون أخطاء لكن بعد ذلك عندما نكبر نحاول أن نصحح الأخطاء وهذا هو الحال مع تشارز الذي سيكون أفضل لأنه يحمل دما ملكيا وكانت الحكومة البريطانية قد أوقفت بشكل مؤقت طبور المعزين بالملكة بسبب الازدحام كما عالجت خدمة الإسعاف في لندن نحو أربعمائة وخمسة وثلاثين شخصا خلال اليومين الماضيين بينهم من تعرض لحالات إغماء وانهيارات أدت إلى إصابات في الرأس يوضع البريطانيون الملكة إليزابتا الثانية بأسا لما لها من دور في إرساء الوحدة والاستقرار في البلاد وداع يسحبه قلق من فشل الملك الجديد في الحفاظ على الملكية الدستورية ووحدة البلاد لعدم تمتعه بثبات والدته وصلابتها التي كرست حياتها للعرش والشعب البريطاني موسى سرور لندن الميادين مدينة لهجان في محافظة قيلان في شمال إيران تشتهر بزراعة الشاي الذي يعد المشروب الأولى والمفضلة لمعظم الإيرانيين تفاصيل أكثر عن زراعة وصناعته مع ملح مرية موسى يعد شاي بمثابة الذهب الأخضر بالنسبة لسكان لهجان تنتشر مزارعه على مد نظر في كل بقعة من هذه المنطقة موسى هذه المنطقة هي الأفضل لزراعة الشاي كل شيء عضوي وطبيعي والشاي الذي نزرعه له رائحة زكية جداً يحتاج الشاي إلى عناية خاصة وتحتاج شجيراته إلى أربع سنوات لتعطي أول محصول للمزارعين لكن موسم حصاده يراوح بين ثلاث مرات وأربع في العام الواحد بعد عملية القطاف تنتقل أوراق الشاي إلى المصانع لتشفيفها ونحن هنا في أحد أقدم المصانع في هذه المنطقة موسى انشئ هذا المصنع قبل أكثر من سبعين سنة ويعد من أكبر المصانع هنا رفقنا مديره السيد حميد في جولة ليطلعنا على مراحل التصنيع أول مرحلة في صناعة الشاي بعد استلامه من المزارعين هي عملية التبريد والتسخين وتستغرق يوماً كاملاً بعد ذلك تبدأ عملية فرق الشاي في هذه الماكينات ليصبح هكذا ناعماً ورطباً المرحلة التالية هي عملية التخمير لوقت محدد ليكتسب الشاي رائحته الزكية ولونه الأسود في هذه المرحلة يتم تشفيف الشاي بدقة كي لا يحترق وهنا تتم عملية فرز الشاي حسب أنواعه فيستخرج منه النوع الأول والثاني وهكذا ثم يخزن هنا قبل إرساله إلى سائر المناطق الإيرانية كما تنتشر مزارع الشاي في لاهجان تنتشر محال بيعه التي تجدها في كل شارع وكل زقاق للشاي فوائد عديدة وخاصة إذا كان عضوياً ومزروعاً في بيئة مناسبة وهذه المنطقة تنتج أجود أنواع الشاي في إيران على الإطلاق يقول حسن بور إن للشاي طريقة إعداد خاصة لا يعرفها إلا متذوقوه حيث كل رشفة لها طعم ومذاق جديد ملحمرية لاهجان الميادين وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة تذكير بالعناوين عيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش السيد نص الله يعكد أن الإسرائيليين والأمريكيين يدركون جدية المقاومة في عدم السماح باستخراج النفط والغاز من كاريش قبل حصول لبنان على حقه فإسواركان جيش الاحتلال يزور باريس بحثاً عن اتفاق سريع لترسيم الحدود البحرية لمنع التصعيد مع حزب الله الجزائر توجه دعوتين رسميتين لحركتين فتح وحماس لاستكمال حوارات المصالحة الوطنية الفلسطينية لوكاشينكو يقولون البشرية على حافة الدخول في صراع النووي ويحذر من مغبة دفع واشنطن أوروبا إلى مواجهة مع روسيا بلوسي تؤكد مني ريفان التزام واشنطن بأمن أرمينيا واردوغان يعلن ألا فائدة من مناقشة العملية العسكرية على الحدود بما أنها انتهت بالفعل لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات المادين على الانترنت المادين دوت نت باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية نلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر